تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل محفورة في عقل ووجدان الشعب المصرية لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة من إرساء للعدالة والمسواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن